حل كل من وزيري الداخلية والمجاهدين اليوم الأربع ببلدية الحدادة التابعة لولاية سقهراس لإحياء الذكرى الخامسة وستون لأحداث سقية سيدي يوسف ووصل إبراهيم مراد رفقة وزير المجاهدين العيد ربيغا إلى بلدية الحدادة بولاية سقهراس أقول في إطار إحياء الذكرى الخامسة وستون لأحداث سقية سيدي يوسف التاريخية وحسب بيان للداخلية ستشمل فعاليات المناسبة تنقل إلى سقية سيدي يوسف بالجمهورية التونسية لإحياء هذه الذكرى التاريخية بمشاركة وفدي البلدين الشقيقين بعدها سيعود الوفد الجزائري للوقوف على البرامج التنموية التي استفادت منها ولاية سقهراس لسيما على مستوى بلديات الشريط الحدودي يؤكد المصدر ذاته